عقد وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاط اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للمساحة لمتابعة أهم الأعمال والأنشطة الخاصة بالهيئة في مختلف المحافظات وذلك بمجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي واستعرض الوزير خلال الاجتماع مساهمة الهيئة العامة للمساحة ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف حياة كريمة وذلك لتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بالمواقع التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة حيث انتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ ما يقرب من 3224 موقعا بمختلف محافظات الجمهورية